بس أنا عاوزة يعني إيه أصحب نفسي شوية من حتة الكورة وعاوزة يعني أروح بيكم لمساحة أكبر مساحة التأكيد على إنه المعدن الحقيقي للمصريين السر الغريب والعجيب اللي بيخلي المواطن المصري في كل مكان قادر يتحول أقول لكم إيه لمارد ويصنع المستحيلات مش بس موجود في الكورة لا ده في كل حتة وفي كل مجال المصري بيثبت نفسه إنه مارد وافتكروا معايا كده مثلا المشككين اللي صخروا من المصريين وقالوا مش هيقدروا يحركوا السفينة الجانحة في وسط القناة افتكروا معايا إزاي صخروا مننا كده فاكرين؟ افتكروا إزاي قالوا مش هيقدروا وفجأة ظهر المعدن الحقيقي لكل مهندسين ورجال وعمال هيئة قناة السويس وعملوا المستحيل وحركوا السفينة الجانحة وبأقل التكاليف وفي وقت قياسي وأكبروا العالم كله يقول بلسان واحد إنه مصر تقدر طيب نروح لحاجة كمان افتكروا معايا كده في 30 يونيو لما الإرهاب كان فيه كلمة أنا عايزة أقولها دقيقة ما عشش في سينة وبيصرفوا عليه مليارات الدولارات وكان صحف العالم وإعلام العالم كله يقولك خلاص سينة راحت وسينة بقت إمارة إسلامية وفجأة ظهر المعدن الحقيقي للمواطن المصري والقيادة السياسية ورجال الجيش ورجال الشرطة وقدرت مصر تدفن الإرهاب في قلب سينة دفناته دفن طيب افتكروا معايا كده من 6 سنين كانوا بيسخروا من مصر وكانوا بيطلعوا تقارير ويقولوا مصر دخلت دوامة الخراب الاقتصادي ومش حيلوه يأكلوا دول حيجوعوا وفجأة العالم كله بيعاني وبيترنح اقتصاديا بسبب أزمة كورونا بس أو ولكن مين كان ثابت مصر؟ مصر ثابتة مصر مستقرة في ظل كل اللي حصل ده وبتبني بتعمل مشروعات عملاقة وطبعا ده كله بفضل الله ثم القيادة وطبعا كل من يعمل في الدولة بجهد واخلاص افتكروا معايا من 11 سنة بعد 25 يناير لما قالوا مصر خلاص راحت دخلت دوامة الفوضى بس المعدن الحقيقي للمصريين ظهر وقدرنا في وقت قليل وزمن قياسي نبني بلدنا ونحقق أهم شيء الحقيقة بالدول بتنهار بسببه قدرنا نحقق الاستقرار والأمن ونحافظ على بلدنا في ظل منطقة ملتهبة بتنهار حرفية مش بس دلوقت الحقيقة ده من زمان من زمان يعني من أيام حرب أكتوبر مثلا من أيام حرب أكتوبر العظيمة لما كله قالك دول مش هيعبره دول ما يقدروش يعني أنا العزز بتقولكم ان احنا مش بس دلوقت قالك دول مش هيقدروا يعدوا دول مش هيقدروا ده خط برليف والكل صحي يوم 6 أكتوبر على المصريين وهم بيعملوا أكبر معجزة عسكرية في التاريخ الحديث وبيستردوا الأرض والكرامة ده بقى إيه اللي أنا بقوله من أول كلمة بدتها النهاردة هو ده المعدن الحقيقي للشعب المصري اللي بيظهر ويبان وقت الشدة افتكروا ده كويس قوي وافتكروا إزاي أنه مصر انتصرت في كل معركة كان العالم بيظن فيها أنه الانتصار فيها مستحيل إحنا بنصدم العالم لكن كنا هنا في مصر واثقين في نجاحنا هم يقلقوا وهم يروجوا ويقولوا اللي يقولوه لكن إحنا بنبقى واثقين ليه؟ لأننا عارفين أنه وقت الأزمات إحنا كلنا معدننا بيباني الحقيقي لأننا شعب معدنه جميل الشعب المصري بنتكاتف بنقف جنب بعض بندفع عن بلدنا المعدن اللي محدش قدر لحد النهاردة يكساره أبدا وتحيا مصر ويا رب دايما دايما علامها مرفوع بالنصر